أهلا بكم من جديد لأول مرة منذ إعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل يزور قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومير بار المغرب برفقة وفد عسكري رفيع المستوى ديارة بحث خلالها مع مفتش القوات الملكية الجوية العابد العلوي بحام التعزيز التعاون العسكري بين الجيشين المغربي والإسرائيلي يعمل المغرب على تعزيز قدراته البرية والجوية بمساعدة إسرائيل حيث تقترب الرباط من الحصول على أحدث جيل من الطائرات بدون طيار التي يعتمد عليها سلاح الجو الإسرائيلي إذن على ماذا يدل سعي المغرب في تطوير دفاعها الجوي في وقت يتعمق بها الخلاف الجزائري المغربي وكيف تنظر جزائر وجبهة البوليساريو إلى هذا التعاون بين المغرب وإسرائيل نناقش بعد هذا التقرير قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومير بار يجري زيارة للمغرب ويلتقي بنظيره العابد العلوي بحامد زيارة تأتي في سياق تبادل الزيارات بين المسؤولين العسكريين من كل البلدين معظمها علنية وبعضها سرية إلا أن القاسم المشترك يصب في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ولعل الوفد المرافق لبار الذي يضم مسؤول المناورات والتدريبات يحكي جزءا من حكاية الزيارة الجزء الآخر المعدات مع تفاخر إسرائيل بتفوق سلاح جوها بدءا من المسيرات وحتى الدفاعات الجوية أمور تسعى المملكة المغربية إلى الاستفادة منها في سبيل قضيتها الوطنية الأولى الصحراء لكن السؤال ما إذا كان المغرب بحاجة لمراكمة القوة لاعتبارات دفاعية تخدم الردع أم أنه يخطط للهجوم هجوم محتمل يتزامن مع ازدياد منسوب التوتر مع الجار الجزائر أكبر داعم للبوليزاريو التي تحظى وفق تقارير بدعم من إيران عدوة إسرائيل مراقبون يحذرون من المنحدر في العلاقات بين المغرب والجزائر الذي بدأ بالجمود إلى القطيعة ثم التوتر لتكون الخشية حاليا من انزلاقه إلى سباك تسلح يفضي إلى تصعيد نهايته مواجهة عسكرية مباشرة ونقاشي هذا الملف ينضم إلي من مدريد الناشطة السياسية الصحراوية طالب علي سالم أهلا بك طالب معنا كما ينضم إلي من القدس دكتور مير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية أهلا بك ومن الرباط دكتور عبد الفتاح نعوم الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية أهلا بكم جميعا ودعوني أن أبدأ معك دكتور عبد الفتاح دكتور عبد الفتاح أهمية هذه الزيارة بالنسبة للجانب المغربي لا سيما وأنها تأتي في وقت حساس يمكن القول أهلا وسهلا بك وبيضيوفك في تقديري هذه الزيارة تأتي في مسلسل من تطوير العلاقات بناء على اتفاق تولاتي المغربي الأمريكي الإسرائيلي والذي يعتبر بمثابة حلف بغداد حين كان حلف بغداد في الخمسينيات قد رسم معالم السياسة الدولية في الشرق الأوسط فإن التفاق تولاتي يرسم معالم السياسة الدولية فيما يتعلق بالقارة الإفريقية اليوم توجد تهديدات خطيرة على مستوى القارة الإفريقية الفاعلون الدوليون وفي مقدمتهم المملكة المغربية باعتبارها الشريك الأساسي الآن لتحالف ناطو أيضا في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل تتوجه صوب القضاء على مشكلات حقيقية يضعها جميع الفاعلون الأمنيون الاستراتيجيون في خارطة مخاطرهم بدءا بالناتو وصولا إلى البانتاجون ووصولا إلى جميع مراكز الأبحاث الاستراتيجية الكبرى في العالم وأيضا الأمر يتعلق حتى في العلاقة مع إسرائيل باعتبار أن التهديدات الآن التي توجد على مستوى السياسة الدولية في منطقة السحر والصحراء هي الأساسية فيما يتعلق بما توتيره الدعاية الجزائرية والدعاية الانفصالية معها من كون هذا الموضوع مرتبط بهم أو موجه إليهم في الحقيقة لا يمكن لتحول جيوستراتيجي كبير يتعلق بمعادلات كبرى تتعلق بالسياسة الدولية وبقضاياها الأساسية أن يتوجه إلى أحلام صبية لأنه في الحقيقة ما يتكلم عنه يعني منتج الدعاية الجزائرية والانفصالية معها يتعلق برغبات وبأمنيات لأنه صارت الآن كل التفاعلات والمعادلات فوقهم وتتجاوزهم والدليل على ذلك أنه كل الآن ما تجدره الدعاية الانفصالية نكاء كناية أو تعبيرا أو نيابة عن الدعاية الجزائرية كلاهما يجدران الدعاية الفرنسية لأن الخاسر الأكبر من هذه المعادلات الكبرى التي نتكلم عنها التي تتعلق بالسياغة معالم سياسة الدولية في القارة الإفريقية تجاوزت الفاعلين التقليديين في القارة الإفريقية وبتحديدا فرنسا وبالتالي الأزواء الآن أصوات الجزائر وأصوات بوليزاريو معها يعبراني فقط عن انتكاسة فرنسا يعبراني عن فشل فرنسا في أن تكون ضمن هذا التحالف العالمي الجديد الذي هو تحالف القرن الـ 21 وصلت أفكر ابقى معي دكتور مئير ما الهدف الإسرائيلي من هذه الزيارة وإلى ماذا تسعى إسرائيل تحقيقه من خلال تعزيز الدفاع الجوية المغربي شكرا لكم على الاستضافة أستاذة لورين قبل كل شيء تحياتي لضيفيكي المغربيين السيد عبد الفتاح والسيد طالب أستاذ الكريمة إسرائيل تشهد اليوم حالة من تنامي العلاقات الإقليمية مع دول عديدة في سياق الاتفاقية الإبراهيمية وبل حتى زيادة وتعميق في العلاقات مع الدول التي تبعت مع إسرائيل قبل عام 2020 مصر والأردن على سبيل المثال هناك اليوم انتعاش في العلاقات ولكن لا شك في أن العلاقة بين إسرائيل والمغرب ما زاق خاص في إسرائيل نظرا للعلاقات التاريخية المعروفة بين المغرب الشريف والشعب اليهودي المغرب الذي حمى يهوده والذي له دورا تاريخيا وهما حقيقة في مسيرة وتاريخ الشعب اليهودي العلاقات بين إسرائيل والمغرب إذن هي ليست فقط علاقات مبنية على المصالح أو على البعد الاقتصادي طاغي فيها كما هو الحال مع دول أخرى ولكن هناك هنا بعضا تراثيا بعضا ثقافيا هناك ضغوط على إسرائيل من قبل المكون المغربي داخل إسرائيل ومن قبل الجاليات اليهودية من أصول مغربية في العالم حتى يكون هناك تجاوب أكثر مع مطالب المغرب فيما يتعلق بقضايا عديدة التعاون بين إسرائيل والمغرب يأخذ أشكال عديدة هناك بعضا اقتصاديا هاما هناك على سبيل المثال تعاون فيما يتعلق بالزراعة هناك تعاون كذلك المغرب يفيد إسرائيل لدى المغرب خبرات كثيرة الخريجين الجماعيين وهناك حقيقة كفاءات مغربية في مجالات شتى قد تستفيد منها إسرائيل في المستقبل عاوضا طبعا على العائد الاقتصادي لكلا الدولتين فيما يتعلق بالمحور الأمني العسكري الذي ليس هو محور التعاون الوحيد وليس هو محور التعاون الأهم ولكنه محورا هاما للغاية ليس ضد أي دولة أو ضد أي تيار سياسي أو ضد أي جهة إقليمية وإنما لدعم قدرات المغرب الدفاعية من ناحية عملية تحديث الجيش المغربي الذي هو على رأس أولويات الحكومة المغربية حاليا الذي فتح الباب حقيقة هو زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في الـ 24 عفوا وزيرة الدفاع السابقة سيد بني جانس في الـ 24 من نوفمبر 22 من العام الفائت وهذا فتح الباب أمام عدد من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية بين البلدين اليوم الحديث هو عن تطوير الدفاع الجوي للمملكة المغربية عن تطوير المقاتلات الـ F5 و F16 التي هي تتوفر لدى خوات الملكية الجوية وكذلك حصول المغرب على طائرات من نوع جديد طائرات بدون طيار كما ذكر في التقرير أو بالأحلى في المقدمة وبطريقة نعتقد أن هذا هو مضمون زيارة رئيس أركان السلاح الجو الإسرائيلي في الرباط الآن وهذه هي بداية حقيقة لن نتحدث عن علاقات تقليدية وإنما عن تحالف حقيقي وعميق بين البلدين لا شك في أنه سوف يفتح الباب أمام تغير جزري على مستوى الجيو استراتيجي في منطقة الساحل ومنطقة شمال أفريقيا نعم وصلت على الفكرة الطالب كيف تقرأ هذا التعاون وبرأيك كيف تنظر الجزائر وأيضا جبهة البوليستارلو إلى مساعي المغرب تعزيز قدراته السلام عليكم شكرا على الاستضافة في البداية أريد أن أوضح لضيفكم الذي رحب بالضيوف المغاربة كما سماهم أنا لست مغربيا أنا صحراوي من الجمهورية الصحراوية من الصحراء الغربية وأفتخر بكوني صحراوي وبعيد كل البعد ولا صيلة لي بأن أكون مغريبيا هذا فقط للتوضيح إجابة على السؤال ضيفكم من الرباط تحدث على أنها يعني اتفاق ومعادلة لتواجه التهديدات في المنطقة إلى آخره وأعتقد أنه لا يوجد تهديد للمنطقة سوى جلب إسرائيل ما تقوم به المغرب اليوم ونحن نتحدث عن يعني اتفاقات عسكرية إنها إسرائيل ستمدى المغرب بالسلاح ومن المعروف أنه السلاح ليس لتوزيع الأرود على الجيران ما شاء الله يعني السلاح هو لاستعماله لإبادة الشعب الصحراوي كما يفعل النظام الاحتلال المغربي منذ سنة 1975 ولتهديد دول المنطقة ليس فقط الصحراء الغربية بل لتهديد موريتانيا لتهديد الجزائل لتهديد تونس لأنه كما قلت جلب إسرائيل هو أكبر خطر على إفريقيا وأكبر خطر على المنطقة لكن هذا ليس جديدا المغرب لجأ في بداية المطاف لإسبانيا والاتفاق مع موريتانيا لتقسيم الصحراء الغربية وفي نهاية المطاف لجأ إلى أمريكا لكي تعطيه السيادة ولجأ إلى إسرائيل لكي تعطيه السلاح فإذا كنا نتحدث عن سيادة لدى المغرب لدى الصحراء الغربية السيادة يعني تنبني على ثلاث عناصر العنصر الأول هو العنصر التاريخي والعنصر الثاني هو العنصر القانوني والعنصر الثالث هو عنصر هوية الساكنة ففيما يتعلق بالعنصر التاريخي حسب كل المواثيق الدولية لا توجد أي صيلة تاريخية ما بين المملكة المغربية وشعب الصحراء الغربية الذي كان مستقلا دائما سواء عن موريتانيا أو عن المغرب أو عن الجزائر فيما يتعلق بالعنصر القانوني كل المحاكم الدولية وكل القرارات الدولية والأممية تقول أنها الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا كما دائما أقول لكم في هذا البرنامج وفيما يتعلق بالعنصر الأخير وأجيب أيضا مرة أخرى على ضيفكم وهو عنصر هوية الساكنة نحن سكان الصحراء الغربية ننتمي إلى دولة الصحراء الغربية إلى الجمهورية الصحراوية ونحمل جواز صفر الجمهورية الصحراوية الذي نفتخر به ونعتز به وندافع عنه في كل المنابر بكل فخر وبكل عزة وندافع عنه من الأراضي الصحراوية المحتلة التي نرى يوما بعد يوم التظاهرات ضد الاحتلال المغربي وندافع عنه في الأراضي الصحراوية المحررة حيث نرى الجيش الشعبي الصحراوي وقوات جبهة البوليسالي تكافح وتجاهد ضد قوات الاحتلال المغربية التي الآن تلجأ إلى إسرائيل لمواجهة الصحراويين وفرض احتلال لا ساس قانوني له ولا ساس تاريخي له طيب يعني دكتور عبد الفتاح تبسمت عندما تحدث الطالب ولكن فيما يتعلق بهذه الزيارات قبل هذه الزيارة الإسرائيلية اليوم إلى المغرب كان هناك العديد من الزيارات الأمنية والعسكرية المغربية أيضا إلى إسرائيل هل يمكن القول على المغرب تستعد لحرب ما أو ربما هناك خشية حقيقية من اندلاع حرب في منطقتكم واذا اعتبر الحديث عن التهديدات أولا يعني ضيفك لم يجيب عن سؤالك مطلقا وطبعا يجطر نفس الكلام الذي يقوله دائما الذي يكتب له ويحفظه بشكل دائم وأتمنى أن يتسيع صدره وأن لا يقاطع عنه وأن يتركني لكي أجيبه كما استمعت إليه أولا جواز الصفر هذا الذي تحمله هذا الجواز الأزرق هو في آخر المطاف لا قيمة له لأنه حتى رئيسكم وحتى عضا عناصركم الذين يذهبون إلى القارة الإفريقية أو إلى الاتحاد الإفريقي يذهبون بجوازات صفر جزائرية لا يوجد شيء في العالم اسمه جواز صفر لدولة غير عضو في الأمم المتحدة يعني لا تضحكوا على الدقون وتنتجوا جوازات صفر عند مطابع الحي وتتعتقدون أنها لديها القيمة ولديها القانونية من ناحية أخرى أنت حينما تتقول أنك لاستمغربي أنت تحديدا لا تقاطعني لماذا تقاطعني لماذا تقاطعني لماذا تخشى ثانيا أنت تحديدا أنت مغربي من منطقة تكنال لا علاقة لك لا بالرقبات ولا بالصحراء ولا بأشيء وأبوك وعمك تصد أهو بوليزاريو يا أخي أنت بدافع أنت تحديدا أنت عيب تحديدا هو مغربي هذا تحديدا مغربي لا أريد أن أعرف الطالب من عين هذا تحديدا يا أستاذ هو تحديدا مغربي هذا لا علاقة له ببوليزاريو بوليزاريو ليس تنظيم للمحامين ولا مقابل بالمغربي أموريطاني كما تقول في العالم لا 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 أنت من التكنة أنت تكذي أتحداك الآن أن تقول لأني إليه أن تنتمي دكتور عبد الفتح ولكن موضوع ليس أبوه أبطال لا لا قدرك بوليزاريو لا 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 جوهر نقاش يا أستاذ جوهر نقاش هو العلاقات وتعزيز العلاقات المغربية فيما يتعلق بالمغرب وإسرائيل لا أتو سمح دكتور عبد الفتح يا أستاذ بوليزاريو الذي يدعي الآن أن ما يقوم به المغرب من علاقات مع إسرائيل هو بيستهدفه عسكريا بوليزاريو المغرب ضحره عسكريا منذ العام 75 بوليزاريو غير موجود الآن عسكريا 700 بيان عسكري أنتجوها فقط في فيسبوك هؤلاء غير موجودين الآن الخطر الموجود هو التنظيم القاعدة وداعش وبوكو حرام الموجودة في السحل والسحراء لا أحد ينظر إلى بوليزاريو ولا يضع ولا يعتبره ولا يضع له حسابا حينما أتير مسألة شخصية للأخ طالب أنا أقول له أنت ترتزق ببوليزاريو لا علاقة لك بهذا التنظيم لا علاقة لك بالنزاع المفتعل حول السحراء المغربية من آخر الكلام أنت يعني ما علاقتك بالموضوع لأنه بوليزاريو تنظيم انفصالي ينبغي على من يتوجد فيه أن يكون موجودا في منطقة النزاع أنت لا علاقة لك بمنطقة النزاع يا أخ من ناحية أخرى هذا التنظيم ليس تنظيما للمحامين أو نقابة أو حركة إصلاح ديني أو تنظيما نسويا أو نقابة للفنانين كل من جاء سينضم إليه يجب أن يكون من يجدنا في بوليزاريو ينبغي أن ينتمو إلى المنطقة فبالتالي أنت إنسان مغربي تبحث عن مصالحك الشخصية عن وقت مجوء في إسبانيا تفعل هذه الأفعيل كل أصبح يعرفك مسألة أخرى مهمة جدا حينما يقول أن المسألة تاريخيا موضوع السيادة موضوع السيادة الذي تكلم عنه قرار أو رأي الاستشاري لمحكمة العدد الدولية في العام 1975 تكلم عن روابط الولاء والبيع وأتحدك أن تنكر ذلك لأن هناك فقرة خاصة من ناحية العلاقات التاريخية حينما كان هناك رأي استشاري لمحكمة العدد الدولية وطلبا من الجمعية العامة في العام 1974 المغرب قدم أزيد من خمسين وطيقة وطائق بيعة مكتوبة بين قبائل الصحراء وبين المملكة المغربية وبين سراطينها عبر التاريخ من ناحية ثالثة حينما تتكلم عن موضوع السيادة بالمعنى القانوني المعاصر لا يوجد لديكم لا إقليم ولا سكان ولا سلطة سياسة تمارسوا على هذه الأراضي وبالتالي أنتم في أحسن الأحوال أنا بغي أن يكون تنظيم بوليساري وحكومة منفع حتى بمعنى القانوني المعروف الآن في القانون الدولي ابقى معي دكتور مئير نعرف أن لإسرائيل تفوق عسكري في المنطقة ومن ناحية عسكرية هي ليست بحاجة لأي دعم من أي دولة ما المقابل الذي تنتظره إسرائيل من المغرب في وقت تستمر وتسعى إلى تعزيز قواتها دفاعية نعم أولا إسرائيل أولا نجب أن نفهم أن العلاقة بين إسرائيل والمغرب هي علاقة مبنية على الندية إسرائيل ليست أفضل وليست أقوى وليس لديها فقط ما تقدمه للمغرب وبالعكس المغرب كذلك يقدم الكثير لإسرائيل التعاون الاستخباراتي بين إسرائيل والمغرب هو يعود بالفائدة على إسرائيل الكسر والتحجيم التوهل الإيراني غير المصبوك للأسف الشديد في منطقة الساحل وفي شمال إفريقيا عبر وسطاء إخليبيين ومن خلال النظام العسكري القائم في الجزائر ومن خلال كذلك منظمة البوليساري والإرهابية كل هذا على الأستاذ الكريم هو يدر بمصطحة إسرائيل على المستوى الجيوسياسي على المستوى الموسع وبالتالي نعتقد أن هناك مصالح مشتركة الصراع القائم وهذا ربما له علاقة بما قيل طبعا نحن نأسف أنه يكون هناك شجار من هذا النوع للأسف الشديد بين المغربيين وأنا لدي أصدقاء كثيرون في فرنسا ودرسوا في فرنسا وكذلك صديق قنصر أحد قناطرة المغرب الشريف في فرنسا وهو من أصول صحراوية ويعتزون جميعهم بمغربيتهم إذن مسألة حقيقة النزعة الانفصالية هي ليست متواجدة عند جميع المكون عند كل المكون أبناء المكون الصحراوي الكريم ولكن الكثيرون الذين يعتزون بهوية المغربية وتقلضوا مناصب وعليا في الدولة المغربية ونحن نعرفهم ولدينا معهم علاقات جيدة لذلك أستاذ الكريم هذا صراع داخلي مغربي لا يجب أن يأخذ هذا الحجم ولا يجب أن يدخل أنا أعتقد أن هذه من إفرازات الحرب الباردة التي عافى عليها الزمن إذن هناك تعاون بين إسرائيل والمغرب هذا تعاون يفيد الطرفين لا يفيد فقط إسرائيل أو المغرب وإنما يفيد جميع الأطراف الصراع القائم حاليا على المستوى الإقليمي ليس صراعا بين حلفاء إسرائيل أو حلفاء الولايات المتحدة أو الموالين للغرب كما يدعي البعض من ناحية ومن ناحية أخرى أصدقاء روسيا وأصدقاء إيران وما شبه ذلك هذه حقيقة الفكرة التي مرة أخرى إحدى إفرازات الحرب الباردة لا يجب أن هناك حرب باردة الصراع القائم في المنطقة اليوم هو صراعا بين الدولة واللادولة بين الذين يعتمدون منطق السيادة ومنطق استقلالية القرار ومنطق الحفاظ على الحدود ومواجهة محور الإرهاب والمخدرات من ناحية الذي تتصدره إيران ومن ناحية أخرى معسكر اللا دولة معسكر النظام القائم في إيران الذي هو النظام يدعم كل من هب ودب من العراق إلى المغرب كل من هب ودب من منظمات غير شرعية من ميليشيات تدعم الإرهاب ولا تحترم القانون وهي حقيقة فهذا ما تفعله وهي دول محاصرة لا صديقة لها سواء إيران أو النظام القائم في الجزائر أو السلسل الكريمة جميع من يصادقهم جميع من يدعمهم وهو زيولهم منظمات وميليشيات ولكنهم محاصرتها إيران معزولة على المستوى الإخليمي الجزائر اليوم معزولة تماما داخل الجامعة العربية ولا صوت لها وربما تحاول فقط أن تشاغب هنا أو هناك أو داخل منظمة الوحدة الأفريقية ولكن كل هذا لا يجد ولا ينفع في نهاية المطار لأن هناك اليوم استفاق ولكن مساء الجزائر دكتور رمئير نجحت في طرد الدبلوماتية الإسرائيلية التي أرادت دخول الاتحاد الإفريقي صحيح أستاذ الكريمة صحيح يعني شوفي كل هذا الكلام لا ينفع في نهاية المطار في نهاية المطار لا يصح إلا الصحيح إسرائيل غالبية داخل منظمة الوحدة الأفريقية ترى تربع الدول العضو في اتحاد الأفريقي ترحب باندمام إسرائيل كعضو غير مراقب نظرا لأنها قبلت السلطة فلسطينية كعضو غير مراقب كذلك لأن إسرائيل وسلطة فلسطينية على حد سواء متاخمة للحدود الأفريقية وهذا هو العرف المطبع من قبل المنظمة كما كانت إسرائيل عضو في السابق في المنظمة تحت المسمى القديمة ومنظمة الوحدة الأفريقية لذلك أستاذ الكريمة هناك خلافات لكن خلافات كذلك بين إسرائيل والمغرب هناك خلافات المغرب لديه رؤية معينة لحل الصراع مع الأشقاء الفلسطينيين مبني على حل الدولتين وهناك وسائل مغربية على وربما هذا السبب التي حتى الآن لا تريد إسرائيل اتخاذ موقف فيما يتعلق بالصحراء وهذا طلب المغربي هناك خلافات نحترم موقف المغرب والمغرب كما كانت ذلك نحترم موقف إسرائيل هذه هناك خلافات وإنما الخلافات السياسية شيء وإنما هناك احترام لمبدأ سيادة الدول واستقرار الدول مسألة أنه خلق وإنشاء جمهوريات وهمية نعم دكتور مئير وصدت فكرة وصدت عن استعمار ورسال السلاح السلاح إلى هذه المنظمات بشكل غير شرائي لدعم الإرهاب ومزيد من الجرائم ضد المدنيين لأسف الشريط سواء في المغرب أو غير المغرب هذا لا يستقيم عن الإطلاق وبالتالي هذه المشاكل التي هي ترضع جزورها إلى الاستعمار راجب أن تحل في إطار البيت المغرب نعم دكتور مئير إبقى معي لو سمحت لا يتمقل الكثير من الوقت وأريد أن أشرك أيضا الأستاذ الطالب في هذا النقاش الطالب يعني لماذا لا يحق للمغرب تعزيز قواته والاعتماد على المسيرات الإسرائيلية وأيضا على أحدث أسلحة في وقت تتلقى به جبهة البوليساريو دعم من الجزائر من إيران ومن حزب الله يبدو أن المغرب وإسرائيل يريدان وما يصعي إليه المغرب وإسرائيل في شمال إفريقيا هو فرض احتلالهم على الصحراء الغربية وأرى نفس المثال في هذا البرنامج فيبدو أن الضيف المغرب والضيف الإسرائيلي يريدان احتلال الوقت علينا كذلك فأرجو منكم احترام الوقت لكي استطيع أن أرد على ما قد في البداية أهني الضيف المغرب على قدرته العالية في صنع الأفلام الخيالية فوالله تركيزه طول الوقت في كل المناظرات على شخصي هو دليل واضح وقاطع على قدرته المحدودة للنقاش في الموضوع ولطرح النقاط ولتحليل الموضوع المطروح فيما تعلق بما قاله ضيفكم الإسرائيلي الذي يقول أنه يدعلك دكتور عبد الفتاح لو سمحت تفضل طالب ضيفكم الإسرائيلي الذي يقول أنه صراع داخل مغربي إذا كان صراع داخل مغربي فلماذا توجد الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لتصفية الاستعمار وكذلك إذا كان صراع مغربي داخلي ما هو دور إسرائيل التي طبعت مع المغرب لكي يعترف لها ترامب بسيادة على الصحراء الغربية إذا كان صراع داخلي ما هو الداعي لهذا التطبيع مع إسرائيل وفرض هذه السيادة وإرغام الشعب الصحراوي لفرض هذه السيادة طبعا ما نراه اليوم كما قلت هو تحالف ما بين المغرب وإسرائيل لفرض لأن المغرب وإسرائيل هم قواتان محتلتان إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية والمغرب يحتل الصحراء الغربية إسرائيل تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني والمغرب ينتهك حقوق الشعب الصحراوي إسرائيل تخالف كل القرارات القانونية والدولية فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني والمغرب يعارض كل القانون الدولي فيما يتعلق بحق الشعب الصحراوي فالمغرب وإسرائيل متحالفان على هذه الأسس على أسس على أنهم كلاهما دولتان محتلتان تمارسان الإبادة وتمارسان جميع الأنواع ومدعاً إيران إيران ومدعاً حقوق الإسلام ضد الشعوب لكن أريد أن أقول وأريد أن أوضح على أنه السيادة على الصحراء الغربية لا تعطيها إسرائيل ولا يعطيها العمل العسكري المشترك مع إسرائيل ولا يعطيها اعتراف ترامب عبر تويتر السيادة على الصحراء الغربية يعطيها شعب الصحراء الغربية الذي قرر في سنة 1976 أن دولته اسمها الجمهورية الصحراوية بدعم من الاتحاد الإفريقي الذي رأينا منذ أيام قليلة فقط كيف تم لدعم بطريقة واضحة وبطريقة كانت صفعة بالنسبة للنظام المقربي الذي حاول إخان إسرائيل لا ملتم التوضيح في هذا الموضوع الاتحاد الإفريقي الذي صمم على أن الدولة الصحراوية فإرادة الشعب الصحراوي لم تستطع بها لا المغرب ولا إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية هذا مرهن عليه الشعب الصحراوي تفضل لفتح بجملة هو أن الاتحاد الإفريقي ركز على مؤتمر نواقشت لعام 2018 طيب وما تفكر أنه يمكن أن تحصل مع بعضية طريقة طالب إسرائيل بحضة سياسية صحراوي حدثني من مدريد شكرا جزيلا لك من القدس دكتور مير مصر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية ودكتور عبد الفتاح نعوم باحث فيه شؤون السياسية والاستراتيجية حدثني من الرباط أعزائي المشاهدين بهذا نصل إلى ختم هذا المساء